تحية جديدة بختم حلقتنا اجتماع الدكاترا اميليو مونس ودكتور مارك بوزايدين أهلا وسهلا فيكم موضوع خطير تاجتماع الدكاترا اليوم لا موضوع بهم الجميع وخصوصا أنه نحن على قدمين على على باك على العيد وعلى البيض يعني اليوم رح نحكي شوي عن تاريخ البيض شو المخاطر اللي ممكن تكون كيف منلون البيض بطريقة سليمة للعيد بس نبلش هيك بالعمها الصغيرة عن البيض البيض بلش تقريبا أول مرة نذكر يعني اكتشف البيض من تقريبا 3200 سنة قبل المسيح كان بمنطقة الهند بعدين رجع المؤرخين ذكروا تقريبا 1400 سنة قبل المسيح و600 سنة قبل المسيح كمانا تم تتجين بشكل كامل الدواجن بأوروبا وبيقولوا أنه رجع من أوروبا طلعوا الجيج أو الحيوانات البطبيض بيكلوا للبيض طبعا من أوروبا مع الحملات تقريبا بورتوغال وإسبانيا على أمريكا فالتاريخها بيعود لزامة كثير كبيرة وهلأ صارنا أكيد عم نستهلكها بشكل يومي ما عرفت مارك ما تقولنا عن الاستهلك طبعا أول شغلة عيد مبارك على الجميع شكرا نحن كمانا نعياتكم أكيد البيض رح نحكي من الناحية الإنتاجية حاليا يعني أميليو حكي تاريخيا لحد ما وصلنا إلى اليوم اليوم ننتج بحدود 69 مليون طن من البيض سنويا إن كان على الصعيد الصناعي متل ما عم تشوف بالصور أو إن كان على الصعيد الأورغانيك أو الأوبين إير فارمينج 69 مليون طن يعني تقريبا زي ما نحكي معدل استهلاك يومي عالمي يطلعنا بيضة فاصلة ثلاثة يعني نحنا معدل استهلاكنا اليومي للبيض هو بيضة فاصلة ثلاثة أكيد يمكن مش كل يوم نستهلك نحنا بيضة على شكلنا نهائي بس البيض بالأكل بالتبطوب خاصة مزبوط بالبيكينج وخاصة بمنتج أساسي اللي هو المايوناز لأنه البيض عنده فوائد تصناعية كتير مهمة إن كان ثلاثة فإذا هو بيسمك المنتجات أو بيعطيها مثل قوة رفخ إذا ما نحكي عن البيكينج إلى آخره إلى آخره أكيد إذا ما نحكي على الأناتومي أو شكل البيضة وتكوين البيضة مألفة من كذا جزء أهم شيء الجزء الخارجي اللي هو القشرة البيضة اللي رح نحكي عنه كيف نلونها بعد شوية صغيرة نحن نفوت للأسم الداخلي بياض البيض وصفار البيض البيض أجمالاً بيكون فيه كمية من البروتين بينما السفر بيكون فيه كمية من الفات أو الدهون أطيب أكيد البيض بنتج متكامل يعني فيه كل المغازيات هو والحليب كما كنا عم نحكي قبل شوية يعني لازم يدخل بغزائنا اليومي أكيد أكيد إن كان على شكله مثل ما المعروف يعني البيضة أو على التصنيعات الغذائية اللي بفوت بقلبها لأنه عنده فوية غذائية كتير مهمة البيضة يعني بالنهاية البيضة والحليب اللي كنا عم نقوله أنه هنه الغذاء المثالي بالطبيعة لأنه البيضة من الخلايا بتبليش من خلية تتصير كائن كامل حقيقة وصوص اللي منعرفه نحنا والحليب كمان اللي بيقطاط عليه كل الحيوانات الساديات يعني من هي وصغيرة تتصير ناطجة فهلا مأكلات يعني البيضة أو الحليب هي بالنسبة إنا هي مثالية فيها كل شي بيفيدنا هلأ هون بيجي السؤال مين إيجا قبل؟ الجيج والبيضة والجواب كتير بسيط هي البيضة اللي إيجت قبل لأنه إذا منطلع على المخلوقات الحية في عنا القوارد مثل الحية والتورتوية في عنا سمك في عنا الجيج فأزان طيور في عنا عدة أنواع من المخلوقات كلهم بيطلعوا من البيضة فأزان البيضة أكيد هي إيجت قبل وأكيد علميا في عنا بروتين ومكونات موجودة بالبيضة مش موجودة بالجيجة فأزان أكيد البيضة إيجت قبل هالأشخاص اللي عندهم عطوا لها الحشرية يعرف السؤال يسألونا إيه ونحنا منكعة ما نعرفه نجيل نهار الأحد أو السبت ببلشه الأهالي لونه البيض العيد مضبوط في طريقة هلأ هلأ لازم نحنا نحكي عن طريقة تلوين البيض عادة هلأ درجة نحنا نرجع نحنا على كل شي طبيعي نرجع نلون البيض لأنه تبين علميا أنه الملونات اللي هي ملونات الكيميائية اللي تستعمل ممكن تتأثر تأثر على داخل البيضة لازم نعرف نحنا أنه البيضة إشرتها منها إشرة مغلقة 100% فيها فتوحات اللي هي بتفوت وبتطلع هوا أو بتغازات اللي هي موجودة وقتا كنا نلون بملونات الكيميائية ما بتبقى على القشرة بتفوت لجوه وهذا الخطر طبعاً نحنا بعدين بس نسلقها ونلونها بالملونات الكيميائية نرجع نتناولها فإذا أفضل حال كما كنا نشوف صورة من شوية نحنا نستعمل المنتجات الطبيعية في البقدونس في البصل حسب اللون اللي بدنيات شمندر مثلاً فينا نستعمل شمندر نصبغ على الأحمر فينا نستعمل مثل ما قلت البقدونس الأخضر فينا نستقبل الكوركم الأورانج أو الزعفران أو العقد السفرة للأصفر فهنا كلهم ملونات القهوة للبنة كيف منسلقهم؟ بسبع ماء؟ بسبع الماء منحط فيها المكون اللي كان ملفوف شمندر شو ما كان هلأ هون بتيجي سليمت الغداء أنه أهم شيء من بعد ما نسلق نحنا في عنا خطر أنه مثل حيالة منتج انطبخ لازم ما يبقى أكتر من ساعتين برات البرات يعني وهذا الغلط اللي بصيره نحنا بس نسلقهم منحطهم برات هو مفترض يبقى أقل من ساعتين لأنه القشرة اللي بتحمل البيضة بتكون راحة خلال الغلايين فبتعرضنا نحنا للتصمم هيا لازم ننتبه لها هلأ في خطر تاني اللي هو خطر على البيئة مع أنه خطر صغير اللي هو إشرة البيضة فإذا لما نحنا نستهلك البيض إن كان على الباك أو حيال لنهار شو منعمل بالإشرة؟ وأكيد الإشرة عندها استعمالات كتير كبيرة أكيد هي 98% منها بحدود ألف من كالسيوم كاربونايت اللي هي نوع من الكالسيوم فإذا هي مصدر للكالسيوم نستهلك نحنا بكل بساطة من بعد ما نرجع نغلي إشرة البيض لأنه حتيري نشيل منها كل السموم وبالتالي نرجع أو نستهلك نحنا مع ماي بشكل يومي وبين الدراسات أنه ملاع صغيري بشكل يومي بتأول عدم عند الإنسان بتزيد من إنتاجية الجيش من هكي عند الأولاد يعتون إشرة البيضة وطيبها فيه إشرة عند الأولاد أنا أعرف أنه كانوا يعطوهم نشوية من الإشرة طيب أولا العدم طبعا يستعمل كمنظف كمان يعني في عنا استعماليات عدة وغافية نستعملوا بأهداف ديكوراتيف يعني فينا ننحط بقلب البيض أو بقلب الإشرة إلى آخرية إلى آخرية وهون مهم كتير كمان نذكر بنهاية حلقتنا أنه نهار التنين وهو 22 نيسان هو اليوم العالمي للأرض ما راح نتلاقى نحنا من هلأ للتنين بس بما أنه نحكي عن النفايات أو عن بقاية البيض لازم نهتم مع طول بهالمنحة نهتم بنفاياتنا نخفيف نفاياتنا لأنه نساعد الأرض حتى تتخطي المشاكل اللي عم تعنيها نعم بعد شيء بتحب تضيفه بس أرى بعد هلالين ليش نحنا بنعمل البيض على باك يعني على العيد الفسح لأن البيضة مثل ما أنا هو الغذاء المتكامل الولادة كانوا بلش هالتقليد عند الأرتودوكس بكنيس اللي تبع على التقويم الشرقي كانوا يسبغوها على أحمر كانت تشكل مثل دم يسوع المسيح ووقتها كانوا يقطعوا كل السيام عن البيض وعن اللحمة كانت من وقت نهار العيد الفسح يأخذوا البيض يكسروا مثل ما انكسر الحجر على القبر المسيح ويطلع منه الحياة وهي البيضة يفتحوها ويأكلوها وكانت هيدا مثل تقليد طبعا من يعني أول مرة زاكروة كان مؤرخ بالـ 1200 أو 1300 أول راهب كتب عن تاريخ الرهبان بإنجليترا تاريخ البيض استهلاكو كل الأمور أكيد اللي بتتعلق بهذا الموضوع شكرا لكم دكتور مارك بوزايدين ودكتور إيميليو مونيس نهار ستبت أول أحد مثل ما قلتونا لازم نسلق البيض بكل القصص اللي بتكون عن جاد ما بتأزيلنا ما بتأزيل بيضة وما بتأزيلنا صحة والتاني لازم نروح ننظف الشط أو نلمس بالي بما أنه نهار العالمي للأرض شكرا لوجودكن معنا بدي عيدكن هلأ عاد عندي كمان لأننا نرجع ملتقي فيكم الأسبوع اللي جاي بكرة